وبحسب الأنباء الواردة من القصر فإن سلام القصر انزعج صباح اليوم بسبب مشكلة تركيا مع دين الإسلام كما هو معروف هناك العديد من الأحاديث التي تصف الأتراك بأنهم أعداء غير متبينين وغير مسلمين على ما يبد قرأ مرشدنا الأعلى وصاحب الجلالة الرئيس رجب طيب أردوغان أيضا أحد هذه الأحاديث عندما استيقظ في الصباح خان العظيم رجب طيب أردوغان الأول متذكرا واجبه الثقيل أصيب بالذعر وبدأ بمهاجمة كل من جاء قبله بتعبير أدق بينما كان يهاجم بالكلمات كان حراسه يضربون الأشخاص الذين أهانهم حالة من تعرض للضرب خطيرة للغاية لأننا يجب أن لا ننسى أن الرئيس رجب طيب أردوغان يذهب حتى إلى المرحاض مع ما لا يقل عن ثلاثمائة حارس أم وأن عدد هؤلاء الحراسي تجاوز أحيانا خمسين ألفا باستثناء المرحاض في الواقع ووفقا للأرقام المعطات لنا فقد مات 12 من خدم القصر من بين الذين تعرضوا للضرب بأمر من صاحب السمو رجب طيب أردوغان لكن لم يتم الإدلاء بأي بيان رسمي بشأنها من أجل رمي جثث الموظفين الذين لم يأتي أقاربهم ويسألون عنهم في حفرة لا نهاية لها في حديقة القصر تمارس الجنزات مثل رمي جثث الأشخاص الذين لم يتم التحقيق معهم من قبل أقاربهم في حفر لا نهاية لها ودفنهم في الخرسانة على مدار العشرين عاما الماضية من المعروف أن الآلاف من الجثث البائسة مدفونة في منشآت مثل مطار إسطنبول ومشاريع الجسور عندما سألنا عن الحديث الذي تسبب في الأحداث الجسيمة في القصر أجاب مصدرنا في القصر بأنه حديث البخاري الجهاد رقم 179 ها هو الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يأتي يوم القيامة حتى تقاتل الأتراك وهم أمة نكسورة العيون ووجوه حمراء وأنوف مسطحة وجوههم مثل دروع مغطاة بالجلد ولن يأتي يوم القيامة حتى تقاتل من يلبس خف من الشعر إنه وضع يعرفه كل مسلم حتى لو لم يتمكن من التعبير عنه على نم أن التركية محرمة في الإسلام لكن مصادر قصرنا التي قالت إن النقطة التي وصلنا إليها بعد عشرين عاما من النضار لم تكن كافية تابعت على النحو التال الصورة السيئة في استطلاعات الرأي الأخيرة والتقدم في حياة رئيسنا الأعلى سلطاننا رجب طيب أردنغان الذي يعاني من مرض عصبي ونفسي واضطراره إلى إلقاء محاضرة لمدة عشر ساعات على الأقل يوميا للحفاظ على جمهوره معا لمدة عشرين عاما مما زاد من حالة الظعر والاكتئاب للسيد الحالي للعالم الإسلامي أردغان وجعله يفقد للسيطرة هذه الصورة أمام الكفار تتضاعف بمقدار عشرة عندما تكون مجنونا ومتخلفا ومضطربا عقليا ههاهو هذا هو الوضع الحالي ولكننا راضون بما يخرج منه كما نحن مع ما يأتي من الله لذلك سألنا مصادرنا الإخبارية عن سبب حديثهم في الجوقة وقد سعلوا جميعا وبدأوا التحدث مرة أخرى في تزامن مثالي القصر يوظف عشرات الآلاف من موظف الخدمة المدنية نحن جميعا أقارب وأصدقاء لرئيسنا وزوجته نحن نصلي كثيرا ونقرأ الأدعية العربية بلهجة الأناظول وغالبا بطريقة خاطئة ليس لدينا أي مؤهلات أخرى غير هذه سبب توظيفنا في القصر هو نظام رعاية الأسرة والأقارب في ديننا الحمد لله وللسلطاننا وزوجته أقارب كثيرون عائلتنا الكبيرة مثل مستعمرة الأرانب بالطبع كما يعلم الجميع يتلقى كل منا خمسة أو عشرة رواتب لكن ثمانين بالمائة من هذه الأموال تذهب في الواقع إلى جيب السلطان وفي هذه الحالة يمكننا أن نصبح موظفين مدنيين في القصر على أي حال سلكنا هذا الطريق للعمل بشكل جماعي لأننا واجهنا صعوبات في إيجاب الأشياء التي يجب القيام بها على سبيل المثال إذا تم إحضار الشاي إلى نور العوالم السبعة فإن رئيسنا رجب طيب أردغان صنع خمسون شخصا الشاي وحمل خمسون شخصا الشاي على القمامة الملكية العملاقة وحمل مائة شخص عملاق القمامة الملكية عندما يصل الشاي لرئيسنا يصطف ألف ومائتين موظف من المطبخ إلى مكتب السلطنة وينقلون مكعبين من السكر ملففين بورق الذهب مع البسملة والصلاة وسأل الثمانون شخصا في نهاية الطبور معا عزيزي الرئيس هل تطلب السكر في الشاي الخاص بك؟ يقول لا بطريقة مماثلة يتحدث ثمانون منا في الجوقة كمصدر إخباري سري للقصر نعم إنها وظيفة سخيفة وغير مجدية لكننا لا نحمل حجارة وجيوبنا لا تقل عن خمسين ألف جنيه شهريا ما لا يقل عن اثنى عشر ضعف الحد الأدنى للأجور لقد فوجئنا قليلا بهذه الإجابة التي أعطيت لنا عندما سألنا مصادرنا في القصر لماذا تحدثوا بهذه الصراحة دون خوف أعطانا الإجابة التالية في الجوقة مرة أخرى ما قمنا به على مدار عشرين عاما فعلناه علنا وزاد صوتنا دائما لقد تعرضنا للعار عن غير قصد من قبل ولكن بدعم الناس أصبحنا أكثر غطرسة وفاسدا وكلما تقدمنا في السن وفاسدنا زاد دعم الناس لنا بعبارة أخرى أصبح فعل الأشياء المخزية وإهانة أنفسنا سياسة حيوية لحكومتنا مخترع هذه السياسة هو الرئيس الأعلى رجب طيب أردوغان ربما لم يكن شيئا فعله عن قصد في البداية لكن الحياة علمته ذلك وعندما تم تذكير مصادرنا بالأزمة التركية المستمرة في العراق القصر بدأوا يتحدثون عن الأحداث اليومية الخطيرة في القصر وأجبوا على النحو التال في البداية عندما اندلعت الفوضى في القصر لم يستطع أحد فهم الوضع قال الرئيس كلمة أمام الجميع وعندما أجبوا ضربهم حراسه ثم عندما بدأ في جعل حراسه يضربون بعضهم البعض أيضا اتضحت المشكلة كان يضرب المتحدثين باللغة التركية كما تعلم الأتراك منعون في ديننا في هذه الحالة اللغة التركية محظورة أيضا بما أننا فلحون جاهلون فنحن لا نعرف لغة أخرى وعلى الرغم من أننا نكره التركية فإننا لا نقدر أبدا أي شخص يتحدث لغة أجنبية رئيسنا أطلق صيحات الاستهجان على الأشخاص الذين يعرفون لغات أجنبية في الساحات خلال حملته الانتخابية بالطبع إذا سألت الرئيس عن اللغة التي يتحدث بها سيقول إنه يتكلم اللغة العثمانية الحيلة هي استخدام كلمة أو كلمتين من أصل عربي نسميها عثمانية كما تعلم فإن القرويين الأناظوليين الذين لا يستطيعون حتى كتابة أسمائهم يحبون اللغة العثمانية ويكرهون التركية ويعتقدون أن اللهجة الفاسدة التي يتحدثونها هي اللغة العثمانية على أي حال فإن العودة إلى الوضع في القصر والتظاهر بالتحدث بالعثمانية أو لغة أجنبية في القصر كانت عديمة الجدوى بعد بضع دقائق هذه المرة بدأ رئيسنا الأعلى رجب طيب أردغان بضربنا جميعا لأنه لم يستطع فهم ما قلنا لقد دعنا كل ثروات هذا البلد وقسمنا الناس إلى معسكرات معادية على أساس العرق والدين ودمرنا الوعي القومي التركي لقد حكمنا على الناس بالبؤس قلنا بتنفيذ مشاريع بناء بضمان الدولة حيث سيعيد الناس إحياء سلالة رئيسنا العظيم لما لا يقل عن مئة عام وحولنا الجيش التركي إلى مهرج وحولنا القضاء التركي إلى حيوان أليف ضال لم يكن ذلك كافيا فقد بدأنا حروبا أهلية وحشية في دول إسلامية مثل سوريا والعراق واستوردنا ما لا يقل عن عشرة ملايين مقيم أجنبي من هناك ونقلنا جزءا كبيرا من الموارد إلى هؤلاء المواطنين المحترمين الجدد لقد كافأنا شعب الأناضول الأذكياء المغمورون بالتركية ويكرهون الأمة التركية في كل مرة على هذه السياسة لكننا نسينا شيئا واحدا اللغة التركية من أجل تدمير اللغة التركية نحتاج إلى استدالها بلغة جديدة لكن ليس لدينا لغة أخرى غير اللغة التي نسميها بالخطأ العثمانية وهي ليست سوى اللغة ذاتها التي نتحدث بها في الوقت الحاضر مطلوب تعليم جيد لتعلم لغة ثانية ويمكنك أيضا تطوير لغتك أثناء تعلم لغة ثانية نحن نسميها المفارقة اللغوية لرجب طيب أردوغان بمجرد أن انتهت مصادرنا من الحديث تنهاد جميعا بعمق وعندما سألنا ما إذا كانت دائرة العنف التي انتشرت بسبب الأزمة التركية في القصر مستمرة نصحونا بالاسترخاء وأجبوا على النحو التال جاءت أمينة أردوغان زوجة زعيمنا العظيم لمساعدتنا تغيرت الأمور عندما عادت المرأة المسكينة من التسوق كانت غاضبة من الفوضى التي رأتها تجمع عشرون طن من المنجو لتجف في القصر لاحقا وثمانين طن من الملابس عند مدخل قاعة القصر وصرخت لماذا جننت مرة أخرى أيها القرد الطائش صاح سلطاننا الأعلى رجب طيب أردوغان منت اسميها مجنون يا صفيح أمر ثمانمائة من الحرس لشخصرين بجلد أمينة أردوغان ومع ذلك نظرا لأن نصف الحراس كانوا من قبيلة أمين أردوغان اندلع صراع بحجم معركة بدر هل توقفت أمينة؟ بعد فترة وجيزة حملت منجو جفة في يدها وبدأت في صعود الدرج باتجاه القائد الأعلى الأكثر احتراما في كل العصور عندنا اقتربت أمينة أردوغان صرخت لقد خربت حياتي أيتها الغوريلا النحيفة أيتها النقطة المجنونة تموت حتى أعيش بسلام بدأت أمينة أردوغان في إلقاء المنجو المجفف على الرئيس قام رئيسنا الذي أصيب برصاصة في رأسه وملطخ بالدماء بدحرجت الأقرب إناء صيني عملاق أسفل الدرج باتجاه أمين أردوغان لكننا نقول لت تلك المرأة الثعلبة الماكرة بالطبع ركضت إلى الجانب وأنقذت نفسها لكن العديد من الحراس أصيبوا ولكن لم يمت أحد حتى الآن لكن أعتقد أن خمسة أشخاص كانوا في غيبوبة في ذلك الوقت عندما جاء حوالي ثمانين طبيبا ووضع المحقنة التي تحتوي على الدواء اللازم على رقبة رئيسنا عاد سلطاننا رجب طيب أردوغان إلى رشده وعنق أمينة أردوغان بالبكاء تنفسنا جميعا السعداء عندما بدأ في البكاء والصراخ كم كنا سذجا وسعداء عندما كنا نعيش في الأحياء الفقيرة كنا فقراء اعتدنا أن نلبس مثل المهرجين لكننا كنا سعداء للغاية لكن على الرغم من أن رئيسنا يبدو وكأنه هدأ من المخدرات لا يمكننا القول أن القضية التركية التي لم يتم حلها منذ عشرين عاما تم حلها مناخل للمصالح تنبينا للسيد وللسيدة أردوغان لأن القضية مختلفة يكاد يكون من المؤكد أننا سنعتقل بتهمة الخيانة إذا خسرنا الانتخابات في غضون عام بالطبع لقد وضعنا رؤوسنا على قوالب التنفيذ لقضيتنا لقد جئنا إلى هنا بقمصان التنفيذ إنها مسألة مختلفة نريد جميعا أن نكون شاهدا على أعدامنا بعد إدانتنا بالخيانة والسرقة وألف نوع من العار لكن في النهاية نحن بشر وبالتالي نحن خائفون الصمت عندنا قلنا أن لدينا انطباع بأن القصر كان متشائما من حل مشكلة التركي أي التركي الذي حرمه الإسلام أجبوا على النحو التال هناك حقيقتان مهمتان يجب أن لا ننساهما الحقيقة الأولى والمهمة هي أننا كما قلنا من قبل حولنا الجيش التركي إلى مهرج وقمنا بذلك بمساعدة وتعاون المجتمع الديني سيء السمعات الذي يتمتع بنفس الوعي الإسلامي مثلنا ها هل نحن الجانب السيء الوحيد في هذا العمل؟ بالطبع نحن لسنا كذلك من الواضح أننا جميعا بالغنا فيما يسمى بسلطة وذكاء الجيش التركي حتى أدركنا أنه تحت قيادة الحمقى الذين استسلموا لكل أخطائنا وخيانة الأمانة بالشراكة مع مجتمع فتح الله قول وقال هؤلاء القادة المزعمون نحن نثق في نظام العدلة عندما حصلنا على دعم أهالي الأناضول المليئين بالخبث المتهور والكراهية لقيمهم الأخلاقية التقليدية وضعنا حدا للقوات المسلحة التركية التي كادت أن تجلد فقط لتظهر كمنظمة ديمقراطية واليوم أنشأنا جيشا بدون هوية وطنية إنه جيش عديم الفائدة كما رأيتم تم توظيف أصدقاء وأقارب عشيرتنا الرئاسية كجنود في الخدمة الفعلية بالحديث عن ذلك في ضوء ما أخبرتنا به استطلاعات الرأي الأخيرة نسمي قداسة الباب غول أفندي سيدي دعونا نجتمع ونتصرف على أساس الحد الأدنى من الأرضية المشتركة فنحن نسير على نفس الطريق وطلبنا الوحيد من سعادة السيد حج أفندي هو الاعتراف بأنه أساء إلى رئيسنا في بعض الأحيان اعلم أننا لا نعبر عن ذلك في أذهاننا بل بتوجيهات مرشدنا الأعلى تعال رجب طيب أردغان بالعودة إلى موضوعنا السابق هذه الحقيقة الثانية المهمة هي عدم التشاؤم قدير ميسيور أغلو أعظم مؤرخ في التاريخ الإسلامي تحدث بحرية حتى نهاية حياته بفضل التقارير المجنونة التي تلقاها منذ فترة طويلة يا له من نظام غبي أحصل على تقرير مجنون ثم افعل ما تريد على كل حال يدين رئيسنا القدير رجب طيب أردغان بكل معرفته بالتاريخ إلى قادر ميسيور أغلو الذي أعطى وعبر عن معلومات كاذبة بأن معركة الدردنيل وحرب الاستقلال التركية خاضها العرب السنة السوريون وأن 250 ألف من العرب لسنة السوريين استشهدوا في جبهة جاليبولي وحدها وأضف أن الأفغان والأفارقة والباكستانيين ومن في حكمهم قاتلوا أيضا في هذه الحروب بفضل هذه الادعاءات الكاذبة فإنما لا يقل عن ثلثي الناخبين لدينا مقتنعون بأن كل شخص لديه حقوق في تركيا باستثناء الأطراك هذا إنجاز مذهل إنجاز رجل دون المستوى بتقرير مجنون لذلك لا داعي لأن نكون متشائمين في النهاية سيفوز الإسلام حتى لو قيل في الأحاديث الصحيحة أن الإسلام سيضعف تدريجيا ويختفي فإننا لا نحترم هذه الأحاديث التي هي من أحاديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومهما قال محمد صلى الله عليه وسلم فالنصر للإسلام ترجمة نانسي قنقل